سباح الخير يا اغلى و احلى مشتركات ان شاء الله ستكونوا بخير و صحتكم بخير اليوم جبت لكم وصفة السينامون رولز بريوش خفيف و الشكل رائع نبدأ و نضع كس حليب دافي و نزيد له ثلاث ملاعق سكر و ملعقة كبيرة خمية الخبز نخلطهم و نغطيهم و نخليهم عشر دقائق بعد ما فاته عشر دقائق نزيد تحبها بيض و 6 ملاعق زيت و نزيد معهم ملعقة لفاني و نخلط مليح نزيد ثاني نصف ملعقة صغيرة ملح هذه الوصفة تديك ثلاث كقوس فارينا هذه السينامون رولز ليس معروفة بزاف عنها هي مشهورة بزاف في امريكا و في السويد تلمون معروفة بزاف داروا لها يوم عالمي يجي فيه ربعة اكتوبر السينامون هي القرفة بالانجليزية و يقولوا بلي الاصل تحم السويد يعني ما هيش امريكية الاصل نلملع جيناتاعي و بعد نعجنها غير شوية حوالي يزوج دقائق فقط و نزيد لها ملعقة زبدة و نعجنها شوية غير بجيني خفيفة و بعد نغطيها و نخليها تخمر و بعد ما خمرتنا هبطلها الخميرة و نرش شوية فارينا و نحلها بالحلة لبسهم كرقيق و نجي بزوج ملعقة زبدة و نحطهم على كامل السطحة العجينة و نخلط ثنين ملعقة كاكاو مع ثنين ملعقة سكر و ملعقة صغيرة قرفة و نرشهم من الفوق على كامل العجينة و من الأحسن نستعمل سكر البني في بلاس سكر العادي هذه الوصفة اللي مديتها لكم هي الوصفة الأصلية ما فيها حتى تغيير لكن هما يضيفوها سكر البني و نبدأ ندور في العجينة تاعي يعني نروليها حتى نتحصلوا على هذا الشكل و بعد نجي بخيط و نبدأ نقطع في الحبات و بعد نحطهم كامل في بلا ليدخلوا الفور الشكل تحم رائع و راقي يعجبوني كي نحطهم كي ما هكا و حتى كي يطيبو و ينتفخو الشكل تحمي يشهي و بعد ما حطيت كامل حبات قدام باب نغطيهم و نخليهم يخمروا حتى يضع في الحجم بتاعهم انا خليتهم واحد الساعتين حبيتها تكون منفخة بزاف ثم تقدروا تخليوها ساعة على حسب الحجم اللي حبيتو و بعد ما خمروا طيبتهم على مية و ثمانين درجة كي حماروا و خرجتهم و شوفوا كيف هجوني طريين بلا ما استعملت الزبدة لتغير الزيت و حطيت لهم شوكولة من الفوق احسن هذيك الكريمة البيضة جربتها انا و عجبتنيش ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة و تجربوها الى اللقاء في فيديو جديد